مساء الفل في بنات كتير أعرفها مسجلة باباها على الموبايل بابا حبيبي بابا حياتي أو My Amazing Dad على حسب كل حد بيحب يسمي أبو إيه وكأن اللقب المشترك ما بينهم اللي أغلب البنات اتفقت عليه للأب إنه حبيبها وأقرب حد لقلبها بس النهاردة في قصة حقيقية اكتشفت إن في لقب تاني للأب ممكن يكون مشترك وبين بنات كتير كلهم وقعين في نفس المشكلة واللقب هو بابا مدمن قصص كتير قوي استقبلناها لفترة اللي فاتت من بنات وشباب ما يعرفوش بعض وجهه إبلي ووجهه بحري كلهم بتجمعهم نفس المشكلة تخيلوا تفصيلة الأب اللي عنده استعداد يبيع حياته وحياة ولاده وأمهم وبيته عشان المخدرات اللي بقت أغلى عنده من أي حد حتى أقرب الناس ليه طب البنت اللي المفروض تشوف باباها القضوة والمثل وتبقى عايزة حد زيه تعمل إيه لما تلاقي إنسان بلا إرادة مش قادر يتحكم في نفسه ولا في سلوكياته ولا أخلاقه كل حاجة بقت في النازل وشاب المراهق اللي خايفين عليه من الطيش والإدمان يعمل إيه؟ يعمل إيه لما يلاقي بابا هو نفسه بيشرب خلونا النهاردة نتكلم بجد نشوف إيه اللي بيعملوا الأبهات المدمنين بيعملوا إيه في نفسهم وفي نفس ولادهم وبناتهم من خلال منا منا بطل القصة حقيقية النهاردة تعالوا نشوف منا بعطلنا تقولنا إيه اسمي منا وعندي 17 سنة من القاهرة عشت في تعب نفسي من وانا في سنة أربع سنين لأن بابا للأسف مدمن إنجاكشن عرفت إنه مدمن من قبل حتى ما يتجوز أمي وبعد ما تجوزها اكتشفت حقيقته خليها أدمانت هي كمان عشان ما تقدرش تبعد عنه ولما خلفوني وكبرت شوية بدأت تفهم وعرف اللي بيحصل بقوا بيعملوا كل حاجة قدامي عادي والموضوع بقى بيتكرر كل يوم وبقى أمر واقع ولازم يحصل كنت بسمع كلام كتير من جدتي وخلاني وهم بيتكلموا على ماما وبابا بطريقة وألفاظ وحشة كل مرة كنت بتعب وبنهار بسبب كلامهم وبسبب اللي بشوفه منهم حاولت انتحر مرتين بسبب اللي بيحصل لي من أهلي رغم إنهم مش وحشين معايا بس هم فاكرين إن الحياة عبارة عن أكل وشرب وفلوس وده كل اللي أنا محتاجة منهم وبس لكن في حاجات تانية كتير ما فكروش فيها وما حدش فيهم قريب مني وحس دايماً وسطهم إني غريبة فكرت أعرب من اللي بيحصل لي ده بالحب والارتباط ومن فترة حبيت شخص كان دونيتي كلها ما كنتش بحس إني بتنافس غير وانا بكلم حسيته أبويا وصحبي وأخويا وحياتي اللي معاشتهاش فضلنا مرتبطين لمدة سنة لحد ما اكتشفت إن هو كمان بيشرب مخدرات حاولت معاه مرة واثنين عشان يبطل لكن كان كل ما نزعل من بعد شوية يرجع يشرب تاني بحجة إنه كان متدايق عشان أنا بعيدة عنه لحد ما بقيت مش عارفة بعيده عن المخدرات ووصل بينا الحال إنه بقى لما نزعل أو نتخاني يشتمني وأنا مش عارفة أعمل إيه كنت بعدي وكل مرة يقول لي أنا كنت متدايق أنا كنت تعبان وحاجة كتير لحد ما تعبت وحصل لي ضغط نفسي وفي مرة اتنرفست عليه لما شتمني وردت الإهانة بإهانة راح اتصل على خالي وقال له قال له على اللي بيننا وبعدها ما بقيتش عارفة عنه حاجة خالص ورجعت تاني لنفس الواقع والتعب وضغط أهلي وبقيت تعبانة أكتر من الأول بسببه لإني لسه بحبه ومش متقبلة أي حد تاني ومن كتر التعب بقى يجي علي وقت بفقد فيه الوعي من كتر العياط ما بقيتش مستحملة حاجة ولا عندي أي طاقة وحياتي حياتي بقيت عبارة عن نوم واكتئابه بس وبتمنى الموت في الكل ثانية مع الوقت لجأت الدكتور نفسي وهناك اتعرفت على بنت ظروفها شبه ظروفي وهي كمان كانت رايحة عشان تتعالج بعد اللي شفيته بسبب باباها المدمن وطلبت مني أحكي حكايتها هي كمان البنت دي اسمها ليلى وعندها 18 سنة وهي الأخت البنت على 3 ولد هي أكبر واحدة فيهم ولد ليلى المدمن عمره محسسها هي ومامتها واخوتها بالأمان وعلى طول بيده عليه من كتر اللي بيعملوا فيهم بيشرب حاجات كتير قوي حاجة اسمها شادو وستروكس وحاجات تانية كتير قوي وعلى طول مخلي مامتها فرجة والدم رطات عمامها من أول شهر جواز كان بيدربها ويطردها وأول مرة ضربها كتها تتطلق بس اكتشفت إنها حامل في ليلة واضطرت ترجع له من كترة ضربة فيها في عين من عينين مامتها بازت وباباها مفكرش حتى يعمل لها عملية ولما عمها الكبير اتعاطف معاها وعمل لها العملية عشان يلم الموضوع أبوها مفكرش يروح يزورها في المستشفى ليلة عندها أخ اسمه علي عنده سبع سنين ولحد النهاردة مش بيتكلم عشان في مرة كان بيعيط فوالد ليلة مسكه ورماءه قدام باب الشقة ولما مامتها خرجت عشان تشوفه قال له أخو دي ويمشي وأخوها محمد الوسطاني هو كمان اتعرض للحرق عشان يشتغل ومرة فتح له رجله ومرة تانية مسك له سكينة وكان عايز يموته لحد ما واحد من الجرين جي وحاشه وخد السكينة من إيده ومامت ليلة هربت بليلة واخوتها على بيت أهلها ومن يومها باباها ما صرفش عليهم جني واحد ليلة قررت تنزل تشتغل سبت السنوية العامة بسبب باباها عشان تسد على مصاريفها مصاريفها ومصاريف أخوتها جنب شغل أخوتها لحد ما باباها جي في يوم يعيط عشان يرجعوا له لما عارف إن مامتها رفعت كذا قضية عليه وحلف مئة يمين إنه خلاص بطل الشرق وبقى كويس وبقى يصلي وكلهم صدقوه ومامتها اتنزلت عن القضايا ورجعت وبعد أقل من أسبوع رجع يشرب أكتر من الأول وبقى بيعملهم أوحش من الأول أتارين كان مرجعهم عشان ينتقم من أمها بسبب القضايا اللي رفعتها عليه ولما مامتها طلبت منه الطلاق قال لها أنت لو فكرت تمشي تاني أنا هموتكم وهموت نفسي على فكرة يا سالي أنا والليلة مش لوحدين إحنا بنات كتير بنواجه نفس المشكلة بسبب إدمان القب لحد ما بقينا مجتمع كبير عاملين جروبات على الواتساب والسوشيل ميديا عشان نحكي ونفطفض مع بعض مننا اللي حاولت تنتحر ومننا اللي النس سومتها على شرفها بعد ما حسوا إنها ضعيفة وما لاش ضهر ومننا اللي اختفت من وسطينا وبعدين عرفنا أنها انحرفت لحد هنا وخلصت رسالت منه كان نفسي تنتهي بحاجة فيها أمل أو بقصة حلوة أو بعزة أو عبرة خصوصاً إن المسؤول عن كل اللي حصل ده وعن الأزمة دي هو أكتر واحد المفروض إنه يكون سند وضهر وأمان الأب يا طرق إيه التصرف السليم اللي المفروض تعملهم مننا وليلة هم هو كل اللي زيهم هيقدروا يقففوش الإدمان اللي حاول أب بعضهم الشخصيات بتضرب وبتهين وتعيشهم في حياة صعبة طب يعملوا إيه ويروحوا فين إذا كان ما فيش حد يصرف أو بديل ممكن يحتويهم هيكملوا حياتهم إزاي معقول يكون الحل هو الانتحار زي ما مننا حاولت تعمل معقول طب معقول يكون البديل إن البنت تطلع من التعليم ما تدخلش سنوية عامة عشان تصرف على نفسها وأمها وإخوتها زي ما عملت ليلة يا حبيبتي وهيقدروا يكملوا لغاية إمتى قصد المساومات الرخيصة اللي ممكن يتعرضوا لها من الناس ما عندهاش ضمير حاسوا إنها صيدة سهلة ملاش أب يدفع عنها أو يصرف عليها اسئلة كتير قوي في حكايتك يا مننا أنت وليلة لو أنتوا فاكرين إن وسطينا مش ناس كتير مدمنين أو اللي يقول لك أنا بشرف سجارة واحدة أو يا بنتي ده أنا بشرف المناسبات أو يا بنتي مش عارف إيه لو أنتوا فاكرين إن الحكايات دي مش حوالينا كتير تبقوا غلطانين ويمكن النهار ده إحنا هنتكلم فيها وهنتكلم أكتر ويا رب يجعلنا سبب إننا نحاول نغير حياة الناس دي طب نلحق إلي لسه ما بصش